النقطة الوحيدة اللي ممكن تكون عامل سلبي واعتقد كولر من فترة كان بيحضر لده وعارف ده ممكن يتعرض لي الفترة الجاي وهو ضغط المباريات الإجهاد لقد لله ممكن يكون فيه إصابات بسبب توالي المباريات لكن بصراحة الراجل من خلال متابعتنا ليه في الفترة الأخيرة وآخر شهر تحديدا اللعب بنفس معدل المباريات اللي هيلعب بيها خلال الشهر اللي جاي بنتكلم نفس المساحة 8-9 مباريات في شهر وانت رايح لنفس المعدل الفترة الجاي ما بين 5 مباريات إفريقية و3-4 مباريات محلية أيضا في شهر ففي نفس المعدل الراجل اشتغل على مسألة التدوير والروتيشن وتغيير طريقة اللعب وانك بتلعب 3.5 ملعب 2.5 ملعب رأس حربة أساسي وصريحة رأس حربة واهمي بتغير البكريت محمد هاني خيالد عبد الفتاح مرة يانج وحمد فتحي مرة ماروان عاطية والسلية يعني في تركيبة الحمد لله بالصفقات اللي تمت خلال انتقالات يناير نقدر نقول للأهل ان شاء الله الفترة اللي جاي هيكون مستعد بشكل كويس جدا للمباريات الإفريقية واحنا تابعنا يمكن خلال الجولة الأولى تابعنا كل مباريات دور الأبطال بصراحة يعني الحمد لله الأهل بيقدم مستويات فنية أعلى كتير جدا من فرق لعبة في الجولة الأولى حتى في المجموعات الأخرى أو في المواجهات اللي ممكن يكون فيها منافسات في مجموعات تانية مش باتكلم بس على مجموعة الأهل اللي فيها سانداونز والهلال لا احنا بنتكلم كمان على مجموعات أخرى شفنا نطش الترجي والمريخ شفنا مباراة شبيبة القبائل مع بطل أنجولا شفنا مباريات مهمة جدا شفنا سانداونز والهلال انت في مجموعة كمان فيها فرق يعني سانداونز اللي انت هتواجهه السنة دي مش نفس الفريق اللي واجهته السنين اللي فاتت فيه تعاديل في التشكيل فيه تغيير في أسماء لاعبين فيه تصعيد لعدد كبير جدا من لاعبين للشباب فيه صفقات انضمت للفريق من أمريكا الجنوبية الحرس القديمة بقاش موجود بشكل أساسي إلا 2 أو 3 لعيبة حتى على مستوى حراسة المرمى دينيس انيونجا مش موجود كينيدي مويني مش موجود موجودين في القايمة ولكن اللي شارك في مباراة الهلال السوداني كان حارس سيصاعد نفس الأمر الهلال السوداني يمكن فلوراني مبينجي الحج المدير الفني من القنغو الدموقراطية بتولى تدريب الهلال عمل توليفة واشترى صفقات وجاب لعيبة من كل اتجاه في القرى الافريقية فتشكيلة الهلال قدر إمكان فيها تعاديل ما بين 4 إلى 5 لعيبة عن الهلال اللي واجهته السنة اللي فاتت معظم تشكيلة الهلال رايحة في سكة أنك هتلاعب فريق استعان بعدد كبير جدا من اللاعبين الأفرقى اللي شاركوا في كاس أمم أفريقيا للمحليين الأخيرة اللي في الجزائر ما بين مدافع سنغالي لاعب وكنغولي فعنده توليفة الحارس المرمى زي ما هو أبو عشرين اللي كان موجود في المنتخب السودان والحارس الأساسي في الهلال خلال السنوات الأخيرة فبالتالي المجموعات كلها فيها فرق محضرة بشكل كويس ولكن إجمالا لما تبص على المستوى الفني لا الحمد لله الأهلي أفضل كتير وإن شاء الله ده ينعكس بقى بشكل إيجابي على النتائج خلال الفترة اللي جاء